سؤالي الأخير أنا فهمت أن الضريبة قطعية قبل 19.05.2013 طيب بعد 19.05.2013 هتبقى ضريبة 2.5% طيب أنا بقى كمصلحة ضرائب أنا عندي data base قاعدة بيانات لما قبل 19.05 عمليات بيعية أو البيوع ولما بعد 19.05 حتى هذه اللحظة على الأقل أو الحين حتى صدور القانون أو تعديلاته إحنا بنقول 19.05 من بعد 19.05.2013 لما جاء القانون 11 لسنة 2013 هنا غير الواقع المنشئة للضريبة أصبح هنا أكتر من 90% من البائعين للوحدات السكنية علشان بس نتكلم من المنبر منقول الشخص طبيعي لأن حد يفتكر أن صاحب الكونباوند أو الشركة اللي بتبدي الكونباوند أشخاص التباري ده لا تسري الضريبة على الوحدات السكنية التي تقوم ببحها الشركات أو الأشخاص الاعتبارية زي ما قلنا في البداية فمعظم الحالات ديت حالات اللي حم نتكلم اللي هي الشخص طبيعي حالات فردية فردية يعني يعني واحد بيجيب بيشتري شقة وبعد ثلاث سنين عايز يوسع على نفسه أن هو يشتري شقة أكبر فبيقوم ببحها ثم يقوم بشراء شقة أخرى هنا الواقع المنشاهد لكن عدد الوحدات طبعا المأمورية الدرايب الشرقاري هناك لديها حصر بتقوم بحصر أزيد هناك ربط إلكتروني بين وزارة العدلة وبين مصلحة الدرايب المصرية فكافة العقود التي يتم إشهرها داخل وزارة العدلة بيتم إرسالها بيناتها إلى مصلحة الدرايب المصرية وأما بالنسبة زي ما قلنا العقود اللي بعد 19-5-20-13 لما تغيرت الواقع هي واقعة البيع البيع الابتدائي فبالتالي كافة الناس عشان يعني عشان تتجنب مقابل التأخير البيع سبتقل لحكام المدى فالكل أول ما بيبيع يروح مسدد ضريبة يسجل أو ما يسجلش بعد كده المشتري هو سد الضريبة المستحقة على الممول عشان ما يبقاش أتحمل مقابل تأخير لأن المبدى قالت ويتم تحميل مقابل تأخير من الشهر التالي يبقى أذن أنه لو بعت يوم واحد واحد من أول واحد اتنين أحسب مقابل تأخير على الضريبة يعني بنقول دلوقتي برضو بنقولي أنه لو بعت واحدة سكنية بـ 200 ألف جنيه بيش ضريبتها 2.5% في 2.5% فعليها كام 5.000 جنيه 5.000 جنيه دولت مستحقة عليهم مقابل تأخير من يوم واحد اتنين 2020 نسبة بسعر اعتمانه الخاص من معلم من البنك المركزي كوريدور كل سنة احنا بنطلع كتاب دوري بسعر اعتمانه الخاص بخلال البيانات اللي بتأتي إلى الإدارة المركزية للفحص من جانب البنك المركزي كلام منطقي كلام معقول ما أقدرش أقول حاجة عنه ترجمة نانسي قنقر